وليد صدي كان قد قام بتصريحات قبل بداية الحصة التدريبية لليوم الأحد أين أكد أن اللاعبين بمنويات مرتفعة وذلك من أجل دخول مباراة الموريطاني بكل قوة ومن أجل الفوز بثلاث نقاط وتجنب الحسابات المعقدة التي قد تكون في حين لو يتعادل الخضر المنتخب مطالب بالفوز لا غير لحسم التآهل سواء في المرتبة الأولى سواء في المرتبة الثانية وحتى من أحسن الثوالث في المجموعات الستة المتواجدة في هذه الطبعة المنتخب خاض حصة تدريبية بملعب الثانوية الكلاسيكية انطلقت الحصة على الساعة الخامسة والنصف بتوقيت كوديفور والسادسة والنصف بتوقيت الجزائر شهدت تدرب التشكيلة الاحتياطية التي لم تشارك في المباراة بالإضافة إلى البودلاء ودامت لساعتين في حين التشكيلة الأساسية التي شاركت في لقاء بوركينا فاصو بقيت في الفندق وتدربت في قاعد تقوية العضلات وستكون هناك حصة تدريبية يوم غد على الأرجح ستكون مفتوحة لوسائل الإعلام وستكون آخر حصة تدريبية لمواجهة المنتخب الموريطاني وذلك نعيده ونقوله أن الجزائر الخضر مطالب بالفوز في هذا لقاء الهام والمصير أمام منتخب المرابطين لحسمة أهل إلى الدور القادم من منافسات كأس أمام إفريقية تدجراء وقاعها بكو ديفور جدير بالذكر نقطة وجبة علينا التذكير بها زميلة أردوان أنصار المنتخب الوطني كانوا قد أتوا بقوة قبل انطلاق الحصة التدريبية للمنتخب الوطني وقاموا بالدخول إلى مقر تدريبات المنتخب الوطني حتى اللاعبين تجاوبوا معهم ونزلوا من الحافلة وكانت هناك محدثات بين اللاعبين والجماهير أسماعيل إن كنت تسمعوني أسماعيل ورفع من معنوياتهم نعم إن كنت تسمعوني أسماعيل هذا الصور نملكه أعطينا الجديد داخل بيت المنتخب الوطني أولا بالناصر هل إصابته خطيرة كما يتردد هنا وهناك أم بإمكان المشاركة على الأقل بداية من الدور الثاني لأنه الناخب الوطني أمس في تسريحاته قال بأنه بالناصر فيه يعني قال يعني السر طبي لا يمكن الحديث ولكن قال ممكن لا يلعب أمام موريطانيا هل إصابة عمورة على مستوى الكتف شفناها أمس رح نشوفه صور بعد قليل خروجه بالتلج يعني وضعوله للاغلاس على مستوى ليبول كانت عنده إصابة على مستوى ليبول على مستوى الكتف كانت عرض لها من قبل هل سيكون أساسي هل سيكون حاضر حسب المعلومات طبعا ما عندكش ربما حاجة عفوا عفوا ما عندكش حاجة رسمية ولكن بالتأكيد عندكم معلومات تركوا حاضرين هناك كيف هي أو ما هي هذه الأخبار التي يريد الجمهور الرياضي حول ما يحدث داخل بيت المنتخب الوطني بخصوص إصابة إسماعيل بن ناصر الذي لم يشارك في لقاء بوركي نافاصو يبدو أن غيابه عن تشكيلة رسمية للخضر التي ستواجه منتخب موريطانيا ستتواصل وذلك بعد قرار من الطاقم الطبي الذي رفض المجزف باللاعب وفضل إرحته على أن تكون عودته في الضور المقبل إن تأهن بحول الله إصابة اللاعب كانت على مستوى العضلة المقربة ولا تبدو خطيرة لكي تمنعه من مغادرة الدورة نهائيا إذن إسماعيل بن ناصر وبنسبة 80% لن يشارك في مباراة المنتخب الموريطاني لكنه سيكون حاضرا في الدورة من النهائي إن تأهل الخضر بحول الله فيما يخص إصابة اللاعب محمد الأمين عمورة كما سبقت وذكرت أنت زميل أردوان اللاعب كان قد تعرض لإصابة من قبل على مستوى الكتف وهي تعاوده ألام الإصابة في تلك المنطقة تماما اللاعب يوم أمس خرج بمثلجات في كتفه ولكن حسب المعلومات التي عندنا عمورة سيكون جاهزا في مباراة المنتخب الموريطاني وعلى الأرجح ربما لن يغامر به جمال بالمواضي ربما سيدخله كما أدخله في لقاء بوركينا فاصو بإنصح تعبير وبيع العمية كجوكر في هذا اللقاء أين شاهدنا أن الدخول محمد الأمين عمورة غير الكثير من معطيات اللقاء والمنتخب أصبح أكثر خطورة لما أدخل اللاعب عمورة في مكان اللاعب صوفيان في غوليا الذي لم يكن في يومه ولم يقدم الأداء المنتظر منه الجديد في تشكيله ربما سيكون تغيير آخر في وسط الميدان كنا قد شاهدنا أن ناخب الوطني جمال بالماضي اعتمد على شيبي في اللقاء الأول ومن ثم اعتمد على في غولي ربما في المباراة المنتخب المونيطاني سيتمد على لاعب أصير روما الإيطالي حسام عوار ربما جمال بالماضي وصلته تلك الرسالة التي أو التأليف بين الهجوم وسط الميدان يعني لن توجد تلك المفاهمة وترابط بين الخطوط ويمكن أن يكون ذلك التغيير ربما حسام عوار سيكون حاضرا في لقاء المنتخب المونيطاني وبالمناسبة سيكون حاضرا في الندوة الصحفية رفقة جمال بالماضي ظهرت يوم الاثنين شكرا لك زميلي اسماعيل حجب شكرا لك وشكرا لكل بعتة الهدف هناك في بواكي تحياتنا لكم جميعا ويعطيكم صحة على العمل المنجز لحد الآن شكرا بارك الله فيك اسماعيل نمر لسامير العماري